موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعنا العزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة المغربية وبريطانيا مروكم اند بريتيش نكمل معكم مستجدات تأشيرة الزواج والخطوبة البريطانية يوكي سباوز فيونسي فيزاز ونقدم لكم التواريخ التي حصلت على تأشيرتها في الأسبوع الأول من شهر فبراير لكن قبل ذلك نذكركم ببعض خدماتنا التي نقدم لكم حصص تدريبي على تطبيق زوم للتحضير الامتحان الآيالس للغة الإنجليزية A1, A2, B1 بثمن رمزي ومناسب يمكننا تقديم امتحان تجريبي لكل من يريد تقييم مستواه بثمن رمزي عملية تقديم الأبليكيشن الخاصة بتأشيرة الزواج والخطوبة البريطانية بثمن جد معقول لكل من يريد التقديم لهذه التأشيرات كذلك استشارات خاصة حول الزواج المختلط بين الطرف المغربي وطرف بريطاني عبر تطبيق زوم بثمن مناسب حيث نواكب معك ونقدم لك جميع الخطوات وكل ما عليك فعله من الألف إلى الياء حتى تحصل على عقد الزواج الخاص بك المرجو التواصل معنا على الواتساب على العرقام التالية لا تنسوا الاشتراك الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد ولنبدأ حلقتنا على بركة الله في أول مثال في هذه الحلقة هذا الشخص يقول بأنه قد قدم لتأشيرة خطوبة بريطانيا يقول بأن معلومته البيومترية قد كانت في الثاني عشر من ديسمبر من العام 2022 يقول بأنه قد توصل بإيميل الخدمة السريعة أو في الرابع عشر من يناير من العام 2023 ثم توصل بالإيميل الثاني للخدمة السريعة في الرابع والعشرين من يناير من العام 2023 يقول بأنه قد قام بالتوصل برابط الآداء في الثامن والعشرين من يناير من العام 2023 ويقول بأنه قد قام بالآداء في نفس اليوم وتم اتخاذ القرار في الواحد والثلاثين من يناير من العام 2023 يقول بأنه قد توصل بإيميل سحب جواز السفر في الثاني من فبراير وقد سحب جواز سفره في الثالث من فبراير ويقول بأنه قد كانت تأشيرة ناجحة إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا قدم معلوماته البيومترية الخاصة بتأشيرة زواج بريطانيا في السادس والعشرين من أكتوبر من العام 2022 يقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في الواحد والثلاثين من يناير من العام 2023 ويقول بأنه قد ترقى الرسالة الخاصة بأنه قد تم قبول التأشيرة في الثالث من فبراير من العام 2023 إذن هذه تأشيرة عادية يمكن القول بأنهم أوفيس الآن يعالجوا القضايا العادية الخاصة بالأسبوع الأخير من شهر أكتوبر والأسبوع الأول من شهر نوانبر كما سنرى معكم إن شاء الله في باقي الحلقة شخص آخر يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في السابع من سبتمبر من العام 2023 يقول بأنه قد وظف محاميا ويقول كذلك بأنه قد قدم طلبات الهوم أوفيس ربما أربع أو خمسة مرات ويقول كذلك بأنه قد تم اتخاذ القرار في العشرين من يناير من العام 2023 ويقول بأنه قد ترقى الايميل الخاص بأن التأشيرة ناجحة في الثاني من فبراير من العام 2023 ويقول بأنه لا يزال ينتظر الذهاب لسحب جواز السفر الخاص به إذن من هذا المثال يمكن القول بأن هناك بعض القضايا التي لا زالت متأخرة قضايا من شهر سبتمبر من شهر غشت ولا تزالوا تنتظروا اتخاذ القرار إذن نأمل إن شاء الله بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون ينتظرون من هذه التواريخ أن يتوصلوا بقرارتهم عما قريب إذن نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية الخاصة به في الثاني عشر من ديسمبر يقول بأنه spouse plus one dependent child إذن زوجة وطفل إذن تلقوا تأشيرةهم وقد كانت تأشيرة ناجحة إذن يقول بأنه قد توصل بالإيميل الأول الخاص بالخدمة السريعة في التاسع من يناير وتوصل بالإيميل الثاني الخاص بالخدمة السريعة في الخامس والعشرين من يناير ويقول بأنه قد توصل برابط الأداء في السادس والعشرين من يناير كذلك وقام بالأداء في السابع والعشرين إذن يقول بأنه لم يتوصل بأي إيمال يخبرونه بأنه قد تم اتخاذ القرار ولم يرسل له أي إيمال يخبرونه بأن التأشير ناجح لكنه تلقى رسالة من مركز التأشيرات يخبرونه بأن جواز السفر جاهز حتى يتم سحبه لكن يقول بأنه لا يمكن أن يسافر إلى بريطانيا حتى الأول من أبريل من العام 2023 وذلك لأنه قد وضع هذا التاريخ في الأبليكيشن الخاصة به شخص آخر من تونس يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في 16 ديسمبر ويقول بأنه قد تلقى الإيميل الأول خاص بالخدمة السريعة في 9 يناير وقام بتلقي الإيميل الثاني في 26 يناير كذلك ويقول بأنه قد تلقى الرابط الخاص بالأداء في 29 يناير وقام بالأداء في 30 يناير كذلك يقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في 31 يناير من العام 2023 وقد توصل بإيميل يخبرونه بأن التأشير ناجح في 2 فبراير من العام 2023 شخص آخر من المملكة العربية السعودية يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في 30 من نونبر من العام 2022 يقول بأنه قد وظف محاميا ويقول بأنه قد توصل بالأيميل الأول الخاص بالخدمة السريعة في 9 يناير من العام 2023 كما توصل بالأيميل الثاني في 21 يناير وقد توصل برابط الأداء في 25 وقد تم تأكيد الأداء في 25 كذلك وبعد ذلك يقول بأنه قد تلقى إيميل سحب جواز السفر في 29 من يناير من العام 2023 إذن يقول بأنه قد تطلب الأمر 40 يوما من أيام العمل حتى يحصل على جواز السفر الخاص به إذن ما نلاحظه الآن هو أن خدمة الـ Priority الآن تخص الأشخاص الذين قدموا في أواخر شهر نوفمبر وكذلك في شهر ديسمبر إذن هذا الشخص هنا يسأل They started November by your standard no priority إذن هذا الشخص يسأل هل بدأوا مع القضايا الخاصة بنوفمبر بدون خدمة سريعة أي هل بدأوا مع القضايا العادية إذن هل تلقى بعض الأشخاص الذين قدموا بشكل عادي قراراتهم من شهر نوفمبر إذن شخص يجيب قائلا يقول بأنه قد بدأوا مع نوفمبر إذن تأشيرة العادية الخاصة بنوفمبر بدأ الـ Home Office في معالجة هذه الطلبات إذن سنعطيكم بعض الأمثلة الخاصة بنوفمبر وهي لا تخص فقط أمثلة عن تأشيرات عادية في المثال الأول هذا الشخص قدم معلومته البيومترية في الثالث من نوفمبر من العام 2022 يقول بأنه قد قدم طلب للـ Home Office في السابع والعشرين من يناير من العام 2023 وأخبروا بأنه لا يزالون ينتظرون اتخاذ القرار يقول بأنه قد تم اتخاذ القرار وتلقى الإيميل في الثالث من فبراير من العام 2023 بعد ذلك يقول بأنه قد تلقى الإيميل الخاص بنجاح التأشيرة أو بقبول التأشيرة في الرابع من فبراير من العام 2023 يقول بأنه قد تلقى التأشيرة وفيها ثلاث أشهر مدة سلاحية حتى يدخل إلى بريطانيا إذن نمر إلى المثال الثاني هذا الشخص هنا قدم معلوماته البيومترية في الثامن من نوفمبر لتأشيرة زواج بريطانيا ويقول بأنها تأشيرة ناجحة يقول كذلك بأنها standard أي تأشيرة عادية يقول بأنه قد تلقى الإيميل الخاص بقبول التأشيرة في هذا الأسبوع إذن هكذا أصدقائي نعرف الآن بأنهم قد بدأوا مع شهر نوفمبر الأسبوع الأول مع التأشيرات العادية ولا يزالوا الآن إرسال الإيميل الخاصة بالخدمة السريعة لبعض الأشخاص من شهر نوفمبر وكذلك شهر ديسمبر إذن هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع إن شاء الله نلقاكم مع حلقة أخرى في الأسبوع المقبل لا تنسوا الاشتراك الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة